بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رحبكم مشتركات الكريمات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو اليوم حبوباتي جبت لكم تفصيل وخياطة موديل سالو بيت هنا اللي حابة تخدم حاجة للعيد حابة تخرج من روتينة على القندورة هذا الموديل مناسب جدا ويجي اللبسة ويجي كيوت بزيف ويجي حاجة جديدة على العادة هنا يا القماش أنا اللي استعملتو زوج مطرات من القماش لاكوست هنا جاي يتكسل كل بيزو بيزو تقدروا تستعملوا اي نوع قماش اخر فقط البنات جيبوه يتكسل به ما تضطروش كل مرة تحدو القماش نبدو التفصيل مع بعض اول حاجة البنات رح نفتح القماش نتاعنا كامل ونثنيه على اثنين في جهة العرض ونجيبوه شريط القيس ونحدد مسافة مترا وخمسة سنتين ونعين نقطة من بعد كل مرة شريط القيس ونحدو نفس المسافة به نرسم خط مستقيم ونجيب الميقص ونفصل القطعة السفلية نتاع الصالو بيت هنا حبوباتي الطول اللي يدرتو هنا ينتوما حدو من تحت الصدر لحتين اسفل حدود الارجل والقطعة اللي تحصلنا عليها رحنا نزيدو نثنيوها للمرة الثانية في جهة الطول ونتحصلوه على هاذ الشكل نكمل نجيب شريط القيس لبنات ونضيرو هنا الدورة تعال الخاسر هنا تعقبو شريط القيس على الخاسر انتاعكم ونضيدو ربعة سنتين تعالي بينز وواحد سنتين تعال الخياطة انا بعد ما درت الزيادات كامل تحصلت على خمسة وعشرين سنتين راحنا نحدو نقطة هنا من هذا النقطة لبنات راح نكمل بخط مستقيم مائل نضيرو خط ايفازيل حتين النهاية نتعلقو ماش ونجيب المقص ونتبع الخط بيهنا تحصلو على هاذا الشكل بهذا حبوباتي انا كنت فصلت الجزء السفلي راحنا نديرو لولي بينز نجيب القطعة الاولى نعود الريقلها ونثنيها على اثنين نجيب شريط القيس وندخل بمسافة عشرة سنتين ونحدو نقطة من بعد نهبطو من هاذا النقطة بخط عمودي بثلوتاشن سنتين ونرسمو خط هنا حددنا البنسة الاولى راحين نتنيو القوميش على الجهة الثانية ونضغطو باليد بهنا تحصلو على البنسة الثانية نعود عليها بالطب شو وبهذا خلصنا الخدمة تاع هذا الجزء نزيد نجيب الجزء الثاني هنا هذا الجزء راح نديروه للامام وندخل بمسافة 14 سنتين ونحدو نقطة راح نديرو بداية الجيب وهنا نهبطو بـ 11 سنتين ونعينو النقطة الثانية نرسم خط دائري بهذا الطريقة نحدو فيه لفور من تاع الجيب نجيب المقس ونظرو على الخط اللي رسمت وننحو هذا الجزء حبو بيتي وبهذا نكونو فصلنا للقطعة الامامية راح نديروها على جنب ونجيب زوج القطع هذو كانت تفضلتلي من البقايا القماش على الأقل يكونو الطول انتاحهم والعرض انتاحهم 32 سنتين أنا درت 32 على 32 سنتين راح نزيد نجيب زوج قطعه بنفس القياسات بيهنا تحصل أنا على أربع قطع بهذا الطريقة نحطهم هنيا فوق بعض واحدة زوج ثلاثة ربعة نزيد نثنيهم طيقة مرة ثانية نحو هنيا هذا اللي شوت اللي زايديني في الجهة العلوية والمسافة اللي تحصلنا عليها هنيا بعد ما ثنينا عدنا 16 سنتين والطول هذا كيما قلت لكم 32 سنتين هنيا هذا الطول نحدو نقطة هنيا ندير 32 سنتين ونحدو النقطة الثانية ونخرجو منها بخط مستقيم ومنا حبوباتين ودخلو ب14 سنتين ونرسم خط مستقيم نوصلو بالطرف العلوي بهذا الطريقة ننحو اللي شوت هاذو بها نفصلو لفور منتاع الصدر والظهر راح نحطوا القطع هاذي على جنب نجيب هاذلي شوت اللي بنات راح ننحيو منهم أربع مستطيلات راح نديروهم في حدود الخسر هنا عندي أنا يا زوج قطع راح نفصلو زوج من بعد راح نفصل عليهم زوج خرين هنا العرض اللي درنيه 7 سنتين العرض كامل والطول درنيه 50 سنتين راح نجيب الميقص ونحو هاذلي شوت اللي راهم زايدين من بعد نجيب نفصل القطعتين على بعضهم أنا هنا يا فصلت زوج وزيت فصلت زوج بنفس القياسات با هنا تحصلوا على أربع شرائط مستطيلة هاذو راح نخليوهم للخسر نزيد ونجيو هنا يا لبنات راح نزيد نخدم زوج بروتير راح نديروهم على مستوى الكاتف نجيب قطع قمش كانت فضلت لي راح نحددو الطول انتاحهم 75 سنتين ونعينو خط مستقيم هنا العرض اللي نديروه 9 سنتين ونحددو نقطة نحددو عدة نقاط ونوصلوهم با يكولوني شريط مستقيم كي نكمل لبنات هاذ الخطوة راح نجيب الميقص ونتبع مع كامل الفورم اللي كنت خدمتها وننفصلوه الجيهة العلوية مع السفليابان تحصلو على زوج شرائط ونكمل نفس القطعتين في الجيهة تعلق قمش المغلاقة هاذا اللي بنات خلصنا هاذا الخطوة راح ننتاقل الان الجزء التعالي راح ننبطنو به الأجيب راح نزيد نجيب قطعة قمش من اللي في ظلي نفصل زوج مربعات الظلع نتاعه 30 سنتين والله الطول 30 والعرض 30 حبوباتي نفصلو بهذا زوج مربعات هنستعملوهم بهنا خدمو لفينيس نتاع الأجيب نكمل نفصل بهنا تحصلو على هاذا النتيجة ونفس القياسات اللي كنت خدمتهم هنا راح نعود نخدمهم مع الكتين التعاليوني نزيد نخدم زوج مربعات بنفس القياس بهذا الطريقة بالنسبة للقياس التعاليوني راح نتحتاجوا نصف ميطرة راح نجيكم بالفاضل وبهذا اللي بنات كنا خلصنا كل الخطوات التعالي تفصيل راح ننتاقلو الآلة الخياطة ونبدأ وهنا مع الجزء الخلفي تاع الصالو بيت هنا جبنا الخطة التعالي بنس راح نثنيها على اثنين ونخيط نديرو تحت آلة الخياطة ونخيط على بعد واحد سنتيم حتى نوصل للأسفل كما خدمنا هذا البنسة اللي بنات راح نزيد نخدم البنسة الثانية نتحصلو على هاذا النتيجة من بعد حبوباتي راح نجيب آنيا لبروتيل اللي كنت راح نديرهم في حدود الكاتف نثني البروتيل على اثنين ونمشي بخط مستقيم على مسافة واحد سنتيم ونبروم هنا في الجزء السفلي نخدم البروتيل الاول ونزيد نخدم بنفس الطريقة البروتيل الثاني شوفوا اللبنات العطفة كيف اهدرتها هنا ديروها بشكل منحني رايحين نحطو هنا البروتيل على جنب ونجيبو هنا الاجزاء اللي خصصناها للصدر والظهر نجيب هنا زوج قطع رايحين نحطوهم فوق بعضهم ونريقلوهم ممليح هنا لبنات الخطة التعال الخاسر ماناش راح نخيطوه راح ننخيطو الجيهة اليمنى والجيهة نتعل الصدر من الاعلى والجيهة الجيهة اليسرى على بعد واحد سنتيم نديروه تحت الات الخياطة ونخيطوه بهذا الطريق انا هنا ينهز الجزء التاع الامامي نجيبو الجزء الخلفي لاطراف زوج الريقلوهم على بعضهم هنا الجزء الخلفي حبو بيتي راح ننخيطوه لكوتي فقط تحبو تعلموهم بالطب شور بهتجيكم الخياطة سهلة هنا الجيهة تاع الصدر والجيهة تاع الخاسر نخلوهم مفتوحين نجيو للجزء السفلي تاع الصالو بيت جيهة الاجيب نجيب الاطراف اللي خصصتها للطبطينة تاع الاجيب نحطها بهذا الشكل بحيث اني نسكر كامل الجيب ما نخلوش الاجزاء تبين نثبتوها منيح بالابر هنا بهما يتحرك ليش القوميش نجيب القطعة الثانية ونحطوها في الطرف هذا بعد ما ثبتنا كلش لبنات نقلب القوميش بهيب اللي منيح الجيب ونتبع لها فور منتع فتحة الجيب هنا يا جبنا البروتيل بعد ما كمنا لهم الخياطة رايحين ننحي وليشويت ونقخونتي هنا يا الزاوية ونقلب البروتيل هنا تقدروا تستعملوا الميفاك التاع اللي يجي مع آلة الخياطة ولا اي ميفاك عندكم دكوه بهذا الطريقة تجبدو الطرف انحتان يخرج لكم الجيهة الثانية ومبعداك تجبدوه وتكسلوه بهنا تحصلوا لهذا النتيجة انا هنا يكملت خدمة البروتيل بهذا الطريقة نجيبو الجزء اللي خصصناه للظهر لي مناش مخيطين وبرك في اللي كوتي هنايا نجيب البروتيل نديروا الجيهة هنايا المخيطة مع الجيهة المخيطة ما بين الطرفين نتعلق ماش ونحشروهم مليح مع الزاوية اللي بنات بها تكون البداية تعلق ماش مع البداية تاع البروتيل ونديرهم تحت آلة الخياطة ونعقب عليهم مسافة واحد سنتيم نكمل في الخياطة حتى نوصل للطرف الثاني ما نكملوش الطرف نخليوا مسافة تاع البروتيل الثاني نزيدو ندكو هو ثاني لبنات ونحشروهم مليح في الزاوية باها نعقبو عليه آلات الخياطة كنكملو لبنات هذو الخطوة راحين ننحيو هذلي شويتو الزايدين باهكي نقلب الخدمة نتاعي ما جينيش الزاوية خشينا بزيف نتاكدو من الاطراف لبنات نجبدوهم هنية مليح من بعد راحين ننتاقلو هنية الجزء الصادر هنا الجزء الصادر نزيدو نحولو الزاوية هنا في الاطراف هنا ما تنحيوش بزيف لبنات باهكي نقلبو ما تتفكنيش الخياطة نحط الصادر هنية على جنب نروح وننتاقلو نجيبو القطعة اللي رانا دايرين فيها الاجياب نحيو هنية كامل الابر ونجيب هنية المقص ونضروع عليها كامل نحيو ليشويت ونعود نرجع هنية للفتحة نتاع الجيب ونقخونتيها كامل مليح هنا اقخونتيوها بهجيكم لا فورم بينا من بعد راح نقلبو هذ البطانات انتاع الاجيب عليهم ها بهذه الطريقة راح نجيب هنية في الطرف العلوي راح ندخل بثمانية سنتيم ونعينو نقطة هنا البنات كل ما غمقتو هنية هذا الجزء راح يجيكم الجيب غمقو وما يطيح لكم شل الحويج درنا مسافة خمستاشن سنتيم هنا نديرو على حدود ثمانية سنتيم خط مستقيم وفي الاسفل ندور بخط منحني هنا ما نخليهاش زاوية حادة البنات نديرو لها خط منحني هكذا كنو دخل بمسافة ثنين سنتيم من بعد راح نجيب المقص ونتبع هذ الفورم كامل بنفس الطريقة اخدمت بها الجيب الثاني راح نجيبو جزء هنية نتاع الصدق نحدد فيه المنتصف هنا البنات نتنيه على اثنين ونحدد المنتصف ونقخونتيه ونجيبو هذ القطاع اللي فصلناه متاع الخسر راح نلزقهم هنا في جزء الصدر بعد ما كخونتيت هنية الصدر راح ننثني القطعتين شريط المستطيل في المنتصف القطعتين في زوج ندير المنتصف التاع الصدر مع المنتصف نتاع الشريط الاول ونزيد ونحط فوقه الشريط الثاني ونزيد ونشكلهم كامل بنفس المنتصف نثبتهم مليح بالابر وراح نمشي بآلة الخياطة على بعد واحد سنتين بنفس الطريقة اللي خدمت بها انا الجزء الامامي راح نخدم بها الجزء الخالفي بهذا الطريقة البنات راح نكمل نخيطها في هذا الجزء اللقميش اللي فصلنيه في الايني باللون الاسفل ونحطوه مليح على الجيب وندير له نفس اللافور منتاع العطفة اللي في الاسفل نثبتوهم ليح بالابر انتاع الخياطة من بعد راح ننقلبوا الطرف وننحي وليشيت هذو كامل اللي خرجوا لي بالنفس الخدمة اللي خدمتها في الجزء هذا راح نخدموه في الطرف الثاني اهنايا بعد ما ريقلت الاطراف في زوج ودرت لهم نفس القصة راح ننثبتوهم امليح اهنايا بالابر ونبدو نخيطهم تحت آلت الخياطة اهنا لبنت نمشي بآلة الخياطة في هذا الجزء والجزء اهنا ثاني كملتهم على مسافة واحد سنتين من بعد راح نهنا ندير لهم زيك زاق انتو ما تحبوا تديروا لهم اللي عندك متوفر سور جدا قدري تدير لهم سور جيد جيد خدمة خير اهنايا لبنت نجي هذا الجزء نحاول الريقل ونمشي على مسافة واحد سنتين بها نثبت برك الاجياب ونجيني الخدمة من بعد سهلة كيكملت عنا الاطراف زوج الصدر اهنايا لبنت بعد ما درت له هذا الخدمة جزء الصدر وجزء الظهر خدمتهم بنفس الطريقة اهنا هذا الجزء راح نديروه للظهر نجيب انايا الجزء الامامي لي فيه الاجياب راح نقخونتي وهنا نحدوه المنتصف نثنيه على اثنين الريقلوه مليح نحولوه لشوت ونقخونتي وهو في المنتصف بهذا الطريقة نفتح انايا هنايا الجزء انتاع الامامي انتاع الصدر نثنيه على اثنين ونقخونتي في هذا النقطة بالمقص نحدوه فيهم المنتصف نديرو المنتصف التاع الصدر مع المنتصف على الجزء السوفلي نثبتوه هنايا بالابر ونخيطوه على مسافة واحد سونتين بنفس الطريقة اللي خدمت بها انايا هذا الجزء راح نخدم بها الجزء التاع الظهر انا الظهر قبل ما نلزقوهم على الجزء العلوي لبنت هنا بعد ما درنا لبنت راح ننجيو لهذا الطرف وننحو مسافة واحد سونتين ونوصلوها ونوصلوها على حد البنسبر ونحبسو البنيت بها يجيني الخرط مستقيم ونقخونتي ونالمنتصف ونخدموه بنفس الخدمة هنا بعد ما كملت انايا الجزء الامامي والجزء الخلفي ودرت لهم هنايا زيق زاق حبو بيتي رايحين نلمو الاطراف انتاع الصالو ببيت نطرح منيح هنايا الجزء الامامي وندير فوقو الجزء الخلفي هنا مع الخطة التاع الخسر رايحين نريقلوهم على بعضاهم نفبتوهم هنايا مليح نحطو الطرف هنايا البيدية مع البيدية ونمشيو على مسافة حتى نوصلو الجزء السفلي خلاص وهنا البنيت تقدر اللي جيتها شوي عريضة تقدر تنقص لها في هذا الطرف رايحين نكملوها هنايا البنيت نجملوها من بعد راح نجي للأسفل ونضير عطفة تاع الكفة اما بالنسبة للجزء العلوي هنايا البنيت الجيهان تاع الصدر راح ندير لها هنا زوج فتحات بيهنا ربط فيها البريدين الفتحة هنايا البنيت راح نبعدها بمسافة واحد ونصف سنتيم على كلا طرفين ندير الفتحة في الجيهة اليمنى وفتحة في الجيهة اليسرى هنا ما تكبروش الفتحة البنيت لخاطر من بعد كي ديروا لها سورجي ولا زيك زاق ما تزيد اش تستعلكم بهذا الطريقة انا خدمتها هنا تقدرو هنا تحوشيوها باليد كي ما نخدموه هنا الحافان تاع القفلة انا راح نخدمها بآلة الخياطة ونضر عليها كامل بالزيك زاق بها نثبتها مليح وبهذا البنيت كنا خلصنا كامل الاجزاء اللي نخيطوها راح ندير لكم الموديل في المانيكانة ونشوفوهم عبعد وهذه هي النتيجة حبوباتي بعد ما علقت لكم القاندورة في المانكا هاي كيفية خرجت هنا جت تحفى البنيت ننصحكم يعني اتخدموا هذا الموديل جاي باهي ويجي حاجة جديدة للعيد صالوا بيت باهي وتقديرها مستورة هنا اللي تحب تدير هنا درتمعها انا يا هذا البودي تقدير تشريه من اي محل تاع الملابس تحبي تديري بودي هنا يا دومي مانش تحبي تديريها بلي مانش تقدروا حتى تخرجوا فيها البنيت وانا كنت شاركت معاكم هذا الموديل سابقا لبنيت واليوم هانا قدرنا التفصيل والخياطة ان شاء الله يجي الفيديو سهل وبسيط وطريقة مفهومة للجميع ما تنسوش حبوباتي تكتبوا لي تعليقات اللي ما فهمتش حاجة ولي مزالت ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة باهي لاحقوها كل جديد فيديو هاتي وما تنسوش لبنيت هنا يديروا لي لايك تشجيعا لي وبهي اوصل الاكبر قدر من المشتركات ونخليكم حبوباتي في رعاية الله الى فيديو قادم ان شاء الله